اشتركوا في القناة وصايا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحصورا في الوصي وإذا تولاها غير الوصي يجب البراءة منه وتكفيره ولهذا كفر الأمة بسبب هذه الإمامة المزعومة وهذا سيأتي معنا في هذه الحلقة ولما طالبناهم بالدليل عن هذا الأصل الذي كفروا عليه الناس جميعا من كتاب الله ويستخرج لنا دليلا على الإمامة الشيعية عجزوا أن يستخرجوا آية محكمة دون اللجوء إلى عصرها عصرا أو تأويلا هذا أمامنا كتاب نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام الجزء الثاني صفحة 111 يقول فإنه لم يخفي عنكم شيئا من ديني أن الله لم يخفي عنا شيئا من ديني ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا أي ظاهرا علما باديا نعيد فإنه لم يخفي عنكم شيئا من ديني ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تسجر عنه أو تدعو إليه فالله تبارك وتعالى لم يخفي عنا شيئا من ديني ولو كانت الإمامة بالمفهوم الشيعي يترتب عليها إيمان وكفر لجعلها باديا في كتابه الكريم بآية محكمة يدعو إليها ونحن أمامنا 6236 آية في كتاب الله ما فيها آية واحدة تأمرنا بالإيمان بإمامة الاثنى عشر إماما ومن لم يؤمن بهم فهو كافر خارج عن الملة مخلد في النار يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا إذن الإيمان إيمان بالله وبرسوله وكتبه أين الإيمان بالإمامة الشيعية؟ أين الإيمان بالأئمة الاثنى عشر؟ لا يوجد وهل قالنا الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان الشيعية أو من يكفر بالأئمة الاثنى عشر؟ لا قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا والشيعة يقولون من لم يؤمن بالأئمة الاثنى عشر فقد كفر فأين الأئمة؟ وأين الإيمان الشيعية في الآية؟ فمن أين جاء الشيعة بنصوصهم على تكفير من لا يقول بالإمامة أو يعتقدها؟ أكيد أتوا بها من سراديب آل بيت ساسان ولهذا حار الشيعة في إثبات هذه الإمامة المزعومة فذهبوا يلون عنق الآيات القرآنية ويعصرونها عصرا لعلهم يستخرجوا منها الإمامة الشيعية فعجزوا وفشلوا وتيقنوا أن القرآن لا يسعفهم ذهبوا إلى إمامة إبراهيم وذهبوا إلى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وهم راكعون وغيرها من الآيات وحاولوا الترويج لها على إمامتهم المزعومة وفي النهاية أقروا بفشلهم إذن أعزائي قرينة السياق ولذا وإحنا يكون في علمك كل الآيات لا أبقي ولا أذر كل الآيات التي استدل بها على مسألة الإمامة والولاية كلها محفوفة بسياقات لا توافق عليها آية الولاية وين إنما وليكم الله روحوا شوفوها مرتبطة بأنه تتولى إلى آخرين أولاية جوزة تتولى الآخرين اليهود والنصارى أهل الكتاب روحوا قراه اليوم أكملت لكم دينكم وين شوف قبل هشك وبعد هشك آية الإمامة ما لإبراهيم أصلا أنتوا شا عليكم بإبراهيم أخيرا ده قائل أصلا أنتوا شا عليكم بإبراهيم الله ده يقول للإبراهيم إني جاعلك للناس إمامة إيه شون يطلع من بطنها إني جاعلوا علينا إمامة أخير شون علاقته ثبت لي أصل الإمامة قرآنيا أتحداكم علميا أن تثبتوا أصل الإمامة قرآنيا ها زكتوا ليش ها شنو القرآن عرض لشنو ها عرض لأبي لهب قال تبت يد أبي لهب بينكم وبين الله أبو لهب أهم في القرآن له الإمامة الشيعية أهم وجاء الخميني أيضا واعترف أنه لا توجد آية تؤكد على الإمامة والأئمة الإثنى عشر أو إمامة علي رضي الله عنه ولا الأئمة الإثنى عشر بأسمائه وقال لو كانت توجد آية لما دار الخلاف حول هذه المسألة فوجه غضبه على الله والعياد بالله وبدأ ينتقد الله تبارك وتعالى لأنه وجد القرآن لا يسعف عقائده السسانية والسبائية هذا أمامنا كتاب كشف الأسرار للخميني يقول إذا كانت الإمامة الأصل الرابع من أصول المذهب هم مختلفون منهم من يقول أن الإمامة من أصول المذهب ومنهم من يقول أن الإمامة من أصول الدين وإذا كان كما يقول المفسرون أكثر آيات القرآن ناظرة إلى الإمامة فلماذا لم ينص الله على مثل هذا الأصل المهم ولو مرة في القرآن حتى لا يقع كل هذا النزاع وسفك الدماء على هذا الأتى يعترف أنه لا أصل لها في القرآن يعني الخميني يريد من الله بل كان على الله واجب على الله أن ينزل آيات وافق مزاجه وأهواءه وعلى مقاصه تنصب علي بالإسم وسنرى لاحقا أنه كان يتمنى لو كان علي بن أبي طالب رسولا وإن لم يصرح وعليه بما أن الله لم ينزل آية صريحة في تنصيب علي وتدل على الإمامة فهو يخطئ الله تبارك وتعالى أن هذا سبب الخلاف ونسي المقبور أن إمامتهم الموهومة واعتقادهم بها هي سبب الخلافات والنزاعات وسبب تفريق الأمة وليس الله تبارك وتعالى ولا كتابه الكريم لأنهم لم يرضوا إلا بأوصياء من أهل البيت وصدمتهم أنه لا أوصياء في كتاب الله فكفروا بكتاب الله وقد كفر الخمين بالله وكفر برسوله ولهذا السبب وأكد على ذلك في كتاب وسندكره لاحقا لكن قبل ذلك قد يقول قائل أنتم تريدون فقط القرآن ولا تريدون السنة لا تريدون وصية رسول الله طيب لنرى هذا هذا أمامنا كتاب كشف الأسرار الطبعة الثالثة لعام 1988 ميلادية يقول بعد أن ذكر الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا يقول وواضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك ولما ظهرت تمة خلافات في أصول الدين وفروعه الخميني هنا يرد على رسول الله يرد على رسول الله هم يقولون أن الرد على الإمام رد على رسول الله والرد على رسول الله رد على الله وهو على حد الشرك بالله وهو هنا يرد على رسول الله ويطعن في رسول الله أنه لم يبلغ كما أمره الله في أمر الإمامة فرسول الله يتحمل مسؤولية الاختلافات والمشاحنات والمعارك وإراقة الدماء وأيضا الاختلافات في أصول الدين لأن النبي لم يبلغها كما يجب عنده تقصير والعياد بالله فأين حديث الغادير الذي صدعتم به رؤوسنا أنه تصيب لعالي وتقولون أن رسول الله بلغ وأين حديث المنزلة وأين حديث الدار هذا اعتراف من الخميني أن هذه النصوص خفية وليست جالية يفهم منها الإمامة والخلافة والسبائية يشارطون في الإمامة النص الجالي والخميني لن يشكل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسب بل سيشكل على الله وأنه ساعد على تأسيس الظلم والجر إذن السمال الخميني وهو ينتقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنرى ماذا يقول عن الله تبارك وتعالى وبكل جرأة يقول في كتاب كشف الأسرار سبحة مئة وستة عشر ومئة وسبعة عشر نحن نعبد إلها نعرف أن أعماله ترتكز على أساس العقل ولا يعمل عملا يخالف العقل لا إلها يبني بناء شامخا من التأله والعدالة والتدين ثم يخربه بيده ثم يخربه بيده ويعطي الإمارة ليزيد ومعاوية وعثمان وأمثاله من المهاجمين ولا يحدد المطلوب من الناس ولا يحدد المطلوب أي أن الله لم ينص على علي بآية محكمة هذا ما يقصده بأنه ولا يحدد المطلوب ولا يحدد المطلوب من الناس بعد النبي إلى الأبد حتى لا يساعد في تأسيس بناء الظلم والجور أي أن الخميني لا يعبد إلها قدر وشاء أن يكون يزيد ومعاوية وعثمان وأبو بكر وعمر أيضا وإن لم يصرح بهما خلفاء وحكام على المسلمين فهذا الإله بناء بناء شامخا وخربه بيده لأنه لم يحدد المطلوب أي لم يعين عليا ونصبه بآية محكمة في كتابه الكريم إذن ما دام الله لم يحدد المطلوب بآية محكمة فإن الله ساعد على تأسيس بناء الظلم والجور وهذا ليس غريبا من هؤلاء السبائية فنفس الكلام أو تقريبا منه قاله سبائي آخر وهو نقمة الله الجزائري والجزائري نسبة لمطق في العراق وليس نسبة للجزائر ببلاد المغرب العربي دولة الجزائر الشقيقة يقول هذا السبائي يقول في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثاني مؤسسة الأعلم للمطبوعات وحاصله أن لم نشتمع معهم أي مع أهل السنة على إله لم نشتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بدلك النبي بل نقول أن الرب الذي خليفته خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا سبحان الله هؤلاء الرات يعلمون الله ما دكنا عليه أن يفعله ويقرره وإن لم يفعله وإن لم يفعله كفروا به يقول تبارك وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والسبائية لم يحلموا أن يكون علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وصي رسول الله فحسب بل كانوا يحلمون أن يكون نبيا رسولا عود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا كتاب مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية للخميني يقول قال شيخنا وأستاذنا في المعارف الإلهية العارف الكامل شاه أبادي على رؤوس على رؤوس مريديه لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة كما أظهر النبي صلى الله عليه وآله ولكان نبيا مرسلا ولكان نبيا مرسلا وذلك لاتحادهما في الرحانية والمقامات المعنوية والظاهرية وأنا أقول لم يكن ليكفيكم أن يكون نبيا ورسولا فقط بل ادعيتم أنه نفس الله ولم يعد يكفيكم أنه كان نفس رسول الله هذا كتاب اللمعة البيضاء للتبريز الأنصاري الصفحة تلاتة وسبعين يقول ويكون النبي صلى الله عليه وآله بهذا الاعتبار عقل الله كما قيل على نحو ما اعتبر كون علي عليه السلام نفس الله علي نفس الله المهم نعود لموضوعنا فالسبائية لم ترقهم أركان الإسلام وارد ركنا خاص بهم ويكون على مزاجهم وأهوائهم ليتخذوه دارعة لتكفير المسلمين وتكفير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو ركن الاعتقاد بالإمامية الشيعية الوهمية وقد اعترف بهذا شيخهم ومرجعهم محمد حسين كاشف الغطاء يقول في كتابه أصل الشيعة وأصولها الشيخ كاشف الغطاء صبح 211 يقول ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركنا خامسا ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركنا خامسا وهو الاعتقاد بالإمامة يعني أن يعتقد أن الإمامة يعني أن يعتقد أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فكذلك يختار فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إليه فالنبي مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن النبي والإمام متسلسلة في إثنى عشر كل سابق ينص كل سابق ينص على اللاحق ويشارطون أن يكون معصوما كالنبي عن الخطأ والخطيئة وإلا لزالة اتقى به إذن هذا اعتراف واضح وصريح بمخالفة الرافضة لأركان الإسلام الخمسة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصنعوا لأنفسهم دينا ما أنزل الله به من سلطان وبهذه الزيادة أطلقوا لأنفسهم عنا نتكفير الأمة ونعرض بعدها للاختصار وإلا هناك الكثير ونمر عليها سريعا هذا كتاب الحضائق النادرة المحقق البحراني الجزء الثامن عشر صفحة مئة وتلاتة وخمسين يقول وليت وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام ونحن سبق وأنذكرنا الآية وهي ترد على هذا القول مع تبوت كون الإمامة من أصول الدين مع كون الإمامة من أصول الدين الخميني كان يقول من أصول المدهب مع تبوت كون الإمامة من أصول الدين بنص الآيات والأخبار الواضحة الدلالة كعين اليقين ونحن عرضنا أنه لا نص في الآيات لا نص على الإمامة بأي آية في كتاب الله يقول مع تبوت كون الإمامة من أصول الدين بنص الآيات والأخبار الواضحة الدلالة كعين اليقين إلى أن يقول إنك قد عرفت أن المخالفة كافر أن المخالفة كافر لا حضّله في الإسلام بوجه من الوجوه كما حققناه في كتابنا الشهاب الثاقب وهذا كتاب بحار الأنوار العلامة المجلسي الجزء الثالث والعشرين صفحة ثلاثة بأوة تسعين يقول اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضّل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار لأن يقول قال الشيخ المفيد في كتاب المسائل السروية اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرد الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار وهذا كتاب تنقيح المقال في علم الرجال للمامقاني الجزء الثاني صفحة مئتاني وأربعة واربعين يقول وغاية ما يستفاد من الأخبار التي ذكرها أي المحقق البحراني هو جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن إثنى عشريا إذا لم تكن إثنى عشريا فأنت كافر مشرك في الآخرة إثنى عشريا يعني حتى بعض الفرق الشيعية فهي كافرة ومشركة لأنها لا تؤمر بإثنى عشرة إماما توقفت عندها بعد الآئمة ولا تؤمر بإثنى عشرة إماما وحتى لا نطيل كثيرا نختم بالخوئي هذا كتاب مصباح الفقاهة لأبي القاسم الخوئي الجزء الأول صفحة 504 يقول ومن أنكر واحدا منهم أي من الآئمة جازت غيبته لوجوه أنه تبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراء منهم واكتار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والغيب بل لا شبهة في كفرهم بل لا شبهة في كفرهم لأن إنكار الولاية والأئمة عليهم السلام حتى الواحد منهم أي إذا أنكرت إماما واحد فأنت كافر حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية إذن السبائية اختلقوا لأنفسهم ركلا خامسا في دينهم وهو الإمامة وبدأوا يوزعون التكفير مجانا وأنه من لم يؤمن بإثنى عشر إماما أو إثنى عشر شخصا فهو كافر مشرك زنديق مخلد في النار مع أننا عرضنا الآية الكريمة في بداية الحلقة أن الله أمرنا بالإيمان به وبرسوله وكتبه ولم يأمرنا بالإيمان بإثنى عشر إماما أو إثنى عشر شخصا وأيضا حذرنا من الضلال البعيد بالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وليس من بينها الكفر بالآئمة الإثنى عشر نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر